إيرباس أعلنت عن أول طلبية من الخطوط اليابانية لشراء 31 طائرة A350 لتكسر هيمنة طويلة للمنافس بوينغ. الاتفاق يقود موقف بوينغ في السوق الياباني ويوجه الضربة كامنة للصناعة اليابانية المنتجة لأجزاء كبيرة من بوينغ. النشوة تعتري الأوروبيين. العالم يتغير كما يقول المدير العام لإيرباس. هناك منافسة مفتوحة في كل مكان بالنسبة إلينا كمصنع وبالنسبة لشركة طيران اليابان. إنهم بحاجة إلى طائرات أفضل وأعتقد هذا هو الاتجاه الطبيعي في كل العالم. شركة طيران عليها تحديد أفضل منتج لمستقبلها. حتى وقت قريب حافظت الشركة الأمريكية على احتكار واقعي في سوق الطيران الياباني. لكن الأخطاء الانتاجية المتكررة في البطاريات فضلا عن مشاكل السلامة من الحريق في المحركات دفعت اليابانيين إلى اتخاذ قرار التعاون مع الأوروبيين إيرباس علما أن A350 هو الطراز المنافس الرئيسي لبوينغ دريم لاينر. وفقا للاتفاق المبرم بين إيرباس واليابانيين سيكون للخطوط اليابانية خيار شراء 25 طائرة إضافية من طراز A350.